الموعد الآن رانيا لنفتح خزانة التراث الكنعاني هذه المرة التراث اللغوي الكنعاني المكتوب من فلسطين كتاب أصدرته أخيرا مشاهدينا المكتبة الوطنية الفلسطينية يكون الأول لها في عالم النشر الكتاب من إعبار الدكتور عصام الحليقة وتحرير الدكتور حمدان طه ويشمل مقدمة وسبعة فصولة حول النقوش الكنعانية من فلسطين وإطارها الحضري والإثنية ويضم أيضا صورا وخرائط وجداول وفهارس يتناول الكتاب كما ورد على الموقع الإلكتروني للمكتبة الوطنية الفلسطينية يتناول التراث الكنعاني المكتوب بكل مكوناته بما في ذلك التعريف بالكتابة وأصل الأبجادية الكنعانية وكيفية تحولها من أبجادية إقليمية إلى أبجادية دولية وانتشارها في الشرق والغرب حتى أصبحت أساس الأبجادية الحديثة والمعاصرة وللحديث أكثر عن هذا المؤلف يسعدنا أن ينضم إلينا من رمالة مؤلف الكتاب ورئيس دائرة التاريخ والأثار بجماعة بيرزيت الدكتور عصام حليقة مرحبا بك دكتور عصام معنا تراث لغوي لكنه مدون أين كان يدون هذا التراث اللغوي ما هي مكوناته ما الذي يكشفه هذا التراث اللغوي عن الأرض وأهلها الأصليين أيضا أعطيك العافي أهلا وسهلا وسهلا شكرا على اللقاء التراث اللغوي أي كانعاني المقصوتي هو مجموعة الكتابات والنقوش التي جاءت على الحجارة والفخار وعلى ورق البرد وبعض المعادن وعلى الأختم المصنوعة من الحجارة الكريمة وكلها كتبت بالأفجدية الكنعانية التي ظهرت واتطورت في مكاننا في جنوب فلسطين في القرن السادس عشر قبل الميلاد الموضوع كان يدرس أو كان حكرا على المدارس الأجنبية والمخلصين الأجانب وهذا ما خلق فجوة بين الإنسان الفلسطيني والإنسان العرب وبين تاريخه القديم هذا الكتاب جاء ليسد الفجوة المعرفية بين الإنسان العربي وتاريخه القديم من جهة وليعرف سكان المنطقة بما فيهم الشعب الفلسطيني بأهمية المادة الحضارية المكتوبة وخصوص أن هذا التاريخ كان على مدى 150 سنة التاريخ الحضاري للفلسطين كان مغيى بطريقة مقصودة فجاء هذا الكتاب باللغة العربية ليبرز هذه المادة الحضارية المهمة ويضعها في مكانها الحقيقي الكتاب وضع بالعربية وهو أول عمل من نوعه والهدف منه هو تزويد القارئ العربي بما فيه الطلبة والباحثين والمخصصين العرب بمادة عربية شاملة وعلمية تعتمد على الأدلة الأثرية والأدلة النقوشية والكتابات ليكون في المتناول ليسهل عمليات البحث والقراءة لدى الطلبة والباحثين والمخصصين العرب دكتور عصام طالما تحدثت عن الأدلة النقوشية والكتابات ما الذي تكشفه دكتور عصام الحلاقة؟ يعني ما الذي تكشفه النقوش والكتابات عن الجغرافية التاريخية الفلسطينية؟ نعم النقوش التي علجتها تغطي موضوعات تاريخية وحضارية مهمة هناك كتابات تتحدث عن أحداث تاريخية إنجازات الملوك هناك كتابات موضوعها النذري تقديمات وقربين للآلهة وهناك كتابات تعرض مسميات وظيفية وإدارية كانت تستخدم في نظام دولة المدينة الكنعاني مثل كاهن ووزير وكاتب ومدير عقارات أضف إلى ذلك أن الكتابات تظهر الكثير من أسماء المواقع وأسماء الأعلام وخصوصا أسماء المواقع التي تبين أنها تستخدم على مدى أربع آلاف سنة يعني هناك موضوعات متعددة تعالجها هذه الكتابات وكل هذا طبعا جمع في هذا الكتاب ومن يريد الإطلاع على المعطيات التاريخية التي تقدمها هذه النقوش بإمكانه طبعا الإطلاع على الكتاب لكن المادة الحضارية المادة التاريخية الموجودة في النقوش هي غنية مثل ما قلت أنها نقوش متنوعة من حيث المحتوى من حيث طريقة الكتابة ومن حيث الموضوع التي تغطي كما قلت هناك كتابات تاريخية تتحدث عن إنجازة أعمال الملوك هناك كتابات دينية وهناك كتابات يعني تعالج حتى مواضيع اجتماعية وكتابات أخرى تتحدث عن النظام التعليمي والمدارس التعليمية في فرصين خصوصا المدرسة المسمارية لأن هناك رقيم من تلبلاطة يتحدث أو يشير إلى شكوى معلم كان عاني بأنه لم يأخذ مستحقاته على مدى ثلاث سنوات ومع ذلك استمر في التدريس جزء من النقوش هناك هي أبجديات تعليمية مكتوبة بالخطي كان عاني هناك أبجديات عزبة سرطة من القانون 11 قبل الميلاد وأبجديات زيت الخراب جنوب عصقلان وهذه الأبجديات كانت توضع في تدرس بدليل أنه جزء منها وجد في واجهات الجدران وهي طبعا من ناحية التعلم والتطبيق وهذا طبعا دليل تحولها إلى أبجديات عالمية كما هو من حوض اليوم نعم كانت في البداية تتكون من 27 علامة في القرن الثلاث عشر تم تخفيضها إلى 22 علامة وهذا طبعا سهل على المتعلمين وعلى القراءة تعلمها بسرعة أي شخص اليوم ممكن يتعلمها بساعة وهذا كان واحد من أسباب انتشارها نسول التعلمة وتطبيقها وبالتالي انتشرت إلى بلاد الإغريق في القرن الحادي عشر قبل الميلاد واستخدمت في مدعولات التجارية طيب وصلت الفكرة دكتور عيسام هذا الكتاب هو أول عمل علمي شامل باللغة العربية كما قلت هناك أيضا كتاب نور مصالحة فلسطين 4000 سنة من التاريخ الذي كتب بالإنجليزية وترجم إلى العربية كيف يلتقي الكتاب هنا؟ يعني الكتاب الذي ذكرته يعالج تاريخ فلسطين الحضاري والاجتماعي والسياسي والجغرافية التاريخية بشكل عام أما الكتاب الذي وضعته فهو متخصص فقط في موضوع الكتابات واللغات والأبجديات التي وجدت في فلسطين من حدودا 1900 إلى القرن السادس قبل الميلاد يعني الكتاب هو أكثر تخصصا لأنه لا يمكن تغطية كل التاريخ الحضاري الفلسطيني الاجتماعي والسياسي بكتاب واحد وبالتالي تم تخصيص هذا الكتاب للحديث عن المادة الحضارية خصوصا المادة المكتوبة وعن الأبجديات كيف تطورت من الشكل الصوري إلى الشكل الأبجدي إلى الشكل الرمزي الأبجدي وكان واحد من أسباب انتشارها السريع في العالم والفضول هنا دكتور عصام يدفعنا لطرح أسئلة عديدة مرتبطة بمضمون هذا الكتاب الذي أعددته دكتور عصام الحلايقة يعني نريد أن نسأل عن أسماء المدن اسم فلسطين نفسه يعني في حد ذاته يعني ما هي جذور المصطلح وهل وجدتم أسماء مدن قريبة من تلك التي نعرفها الآن دكتور عصام نعم هناك أسماء لفلسطين تقريبا خمس أسماء أقدمها هو ريتنو الذي جاء في نصوص اللعنة المصرية المؤرخة إلى القرن العشرين قبل الميلاد ثم أمورو ثم كانعان ثم جاهي ثم خورو وآخر اسم هو فلستيا أو فلستو الذي ظهر في الكتابات المصرية من عهد فرعون رمزيس الثالث أما على مستوى أسماء المدن طبعا أيضا نذكر النقوش النصوص التي ذكرتها نصوص اللعنة المصرية تذكر أسماء مدن لازالت بالاستخدام وبنفس الصيغة منها اسم عسقلان أورسالم وهي القدس شكيم وهي نابلس وبيسان وعكا ولا زالت وهذا مهم هذه الأسماء حفظت على شكلها اللفظي وشكلها اللغوي على مدى أربع آلاف سنة وأنا ذكرت جزء فقط من أسماء الأماكن والأسماء الجغرافي لفلسطين لكن هناك العشرات من الأمثلة التي ذكرت في النقوش القديمة ولا زالت مستخدمة يعني في السياقات العامية طيب ما رأيك في أراء بعض المؤرخين العرب الذين ينفون العلاقة بين الفلسطينيين والكنعانيين على أساس أنهما شعبان تاريخيا لا سلطة بينهما يعني على أساس أن الكنعانيين عاشوا في اليمن مثلا يعني هذه نظرية غير دقيقة وغير صحيحة والأهم من ذلك أنها غير مدعومة بأي دليل أثري أو دليل كتابي هناك علاقة مباشرة بين الفلسطينيين والكنعانيين وهذا واضح على مستوى المدى الحضارية الموروثة هناك أدلة على أن الفلسطينيين كانوا موجودين في المنطقة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد وكانوا يشكلوا جزء من المسيج السكاني أي كان عاني أضف إلى ذلك أن هناك مجموعات أخرى يالخبير والشاس والحوريين والأموريين وكل هذه المجموعات تعايشت مع بعضها البعض وتعاصرت وأنتجت مع بعض البعض جزء من المدى الحضارية اللي أنا طبعاً اشتغلت له هو النقوش الأدلة الأثرية والنقوشية تثبت أن هناك علاقة بين وجود الفلسطيني والوجود الكنعاني أضف إلى ذلك أنه في كثير من الكلمات التي نستخدمها بالعامية الفلسطينية وأسماء المواقع هي موروثة من التاريخ مهم جداً طبعاً دكتور عصام هذه الإضاءات المعرفية يعني تضعنا في صورة هذه الأسماء التي ذكرتها لكن في المقابل يعني فضولنا المعرفية يدفعنا لطرح أسئلة أخرى في المقابل يعني ما هي أبرز وأخطر نقول السرديات الإسرائيلية التي نجحت بين قوسين طبعاً في فرض نفسها على أرض الواقع لمحو حقيقة ماضي الأرض يعني وسكانها يعني الكل يعرف أن السردية الإسرائيلية اعتمدت بالأساس على رواية توراتية اللي هي يعني رواية دينية وطبعاً غير موضوعية لم تعتمد على أدلة أثرية ملموسة مثل ما فعلت أنا بهذا الكتاب وبالتالي مع اكتشافات الأثرية والنقوش بدأت تحجيم هذه الرواية وفي كثير من الأثرية والمختصين لا ينظرون إليها ومن هنا بتيجي أهمية هذا الكتاب أنه يأرض أدلة مادية أدلة أثرية وكتابات تساند أو مساندة للرواية الفلسطينية بين قسين الحقيقية في مواجهة الروايات الأخرى لأنه نحن نعتمد على أدلة مادية وليس على روايات دينية وأدبية موروثة من تراث قديمي الدكتور عصام حليقة شكراً جزيلاً لك طبعاً كتب رئيس دائرة التاريخ والأثار بجامعة برزيت شكراً جزيلاً لك على هذه الإضاءة المعرفية حصوص هذا الكتاب شكراً جزيلاً لك